شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين تحدثنا فيما مضى حول التاءات السلاث التهذيب والتسقيف والتربية بعض الأخوات المؤمنات اقترحوا أن نتحدث في هذا اليوم حول الزاءات الثلاث الزاء الأولى الزهد والزاء الثانية الزمان والزاء الثالثة الزوج والزوجة فنتحدث بإذن الله تعالى حول هذه الثلاثة أما الموضوع الأول فهو الزهد ما هو معنى الزهد هذه الكلمة نسمعها كثيرا ما هو تعريفها أو ما هي علامتها هناك حديث عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه وهذا الحديث لطيف لطيف جدا الإمام الإمام في هذا الحديث يقسم الناس إلى ثلاثة أقسام الزاهد الزهد والصابر والراغب نحن يجب أن نلاحظ أننا من أي نوع من هذه الأنواع الثلاثة وأية علامة هي التي تتحقق فينا الإمام يقول هذا الحديث رواه الحاجي النوري في المستدرك أيها الناس إنما الناس ثلاثة يعني ثلاثة أنواع زاهد وراغب وصابر فأما الزاهد ما هي علامته نريد أن نعرف علامة الزاهدين وأننا واقعا زاهدون في هذه الحياة أو لا فأما الزاهد هذه العلامة علامة جدا مشكلة وتحتاج إلى تربية قوية للنفس حتى تتحقق هذه العلامة فلا يفرح بشيء من الدنيا إذا جاءوا له وقالوا له إنك أعطيت كنوز قارون لا يفرح يمكن أن تكون عنده كنوز قارون هذا يجب التفريق بين الحالة الخارجية والحالة النفسية يمكن أن تكون عنده كنوز قارون إذا قيل له إنك الآن عندك ملك سليمان الله تعالى أعطى لسليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده هذا الملك إلى الآن لم يتحقق لم يتحقق ولا يتحقق إلا ربما في عهد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجع ما يفرح بذلك إذا قيل له إن جميع جرائد الدنيا ما كتبت عنك ومدحتك لا يفرح بذلك فلا يفرح بشيء من الدنيا هذا الجانب الأول ولا يحزن عن شيء منها فاتح إذا كان عنده الملايين إجوا وقلوا لأن كل هذه الملايين راحت ما يتأثر السيد مرتضى القزويني حفظه الله في يوم الأيام جاء إلى الوالد رحمة الله عليه في الكويت قال له لأكفد مطلب روح قله للوالد ولكن هيئ له مقدمات حتى لا يصدم بذلك لا يتأثر السيد مرتضى إجاء وأخذ يقول مقدمات حول الباعث أنه أنتو تعلمون أن الباعث العراقي دأبه الإجرام والعبث بأموال الناس وكذا وكذا أخذ يمهد مقدمات أخذ يمهد مقدمات الوالد رضوان الله عليه قال له شاف داي مهد مقدمات شنو تريد تقول بالنتيجة ذو المقدمة شنو هو هل تريد أن تقول إن الباعث صادر ما أملكه في كربلا هذا تريد تقول قال إيه الباعثيين صادروا جميع كتبك وجميع مؤلفاتك وجميع الأشياء التي كانت لديك وطبعا تعلمون أنه الكتاب عند المؤلف ربما يكون مقامه مثل مقام أولاده يحب كتابه كما يحب أولاده الوالد يمكن إلى الآن حوالي خمسين كتاب من كتبه ضايع في العراق مو موجودة وكثير منها عند البعثيين وقبل فترة إجا واحد إلى سوريا قال أنا أتمكن أنقذ لكم هذه الكتب كل كتاب مقابل ما أعلم مئة دولار أو ثلاثمائة دولار أيهما المهي فواحد الطالة ما أعلم ثمن كتاب واحد أو ثلاثة كتب راح وأنقذها بالمال وواحد منه الكتاب المتعلق بالوالدة وهو كتاب المنصورية هذا من الكتب المنقذة وطبع أخيرا فقال إن جميع كتبك وجميع معلفاتك كلها صادروها الوالد قال إذا كل كربلاء لو كل العراق كان ملكي وإجوا وقلولي أن البعثيين صادروا جميع هذه الأملاك ما كنت أتأثر بمقدار شعره وإذا كل ليلة كنت أنام في الساعة العاشرة في هذه الليلة نومي ما يتأخر ولا دقيقة واحدة الدنيا مو مهمة عنده جذر هذه الحالة يعني هذه الحالة أنه لا يفرح ولا يحزن جذرها شنو جذرها أن الدنيا ما إلهي قيمة عند المؤمن مثل شنو مثل إحنا عندما نشوف الأطفال ونشوف لعب الأطفال نحن نتعجب على شنو دا يتعاركون هؤلاء الأطفال ليش يتعاركون شنو قيمة هذه الأشياء الملاعيب التي يلعبون بها قيمة ما إله إذا واحد إجي أخذ مننا ملاعيب الأطفال نتأثر ذيش الليلة نسهر لا قيمة ما إلهعدنا المؤمن ينظر إلى الدنيا هكذا كنت في الطريق بين طهران وقوم سائق التاكسي رجل عجيب وكان يتحدث معنا من طهران إلى قوم جرة واحدة تقريبا حول المورائيات وعالم اللاهوت وعالم ما بعد الموت وعندما إجيت هنا إلى قوم شفت الوالد رحمه الله نقلت له المهم الأشياء التي ذكرها فتعجب الوالد من بعض المقاطع وكان ويانفت الشيخ أيضا بالسيارة نام من الأول للأخير علمها فما الأشياء التي كان يقولها أشياء عجيبة كان يقولها سألته حول أشياء كثيرة على كل حال هو هالشكل كان يدعي وكان يقول كان يقول عندما واحد يروح إلى عالم الأرواح إذا شفتوا فد واحد فد عربان ثقيلة ما أخذه ودا يجرها بقوة فد عربان ما أخذ ودا يجرها والعرق دا يصبب منه متأذي تنظرون إلى هذا الفرد يقول الأرواح ينظرون إلينا بهذه النظرة إحنا عندنا فد عربان وهي عربان البدن هاي فد عربان الروح دا يجر هاي العربان ورابطيها بهاي العربان متأتمكن تنفلت منها الروح هي كلها عين ولكن عندما تتقيد بهذا البدن تنظر من خلال نافذة واحدة فقط مثل واحد ساجني في زنزان ومخلي له فالثقب يباوع منه هذا مقيد عندما واحد يروح إلى العالم الآخر كله يتحول إلى نظر ويشوف كل شي فيقول ذول الأرواح هناك فوق عندما ينظرون إلينا يشوفون مجموعة من الناس المتعبين يعني الأرواح دا يجرون هاي عربان البدن بقوة ويتنازعون ويتعاركون على شنو عليهيج المؤمن عندما ينظر إلى الدنيا بهذه النظرة بعد لا يفرح بشيء منها ولا يحزن بشيء منها ما يتأثر أنا قلت لبعض الأخوة في الحاج الدنيا مو مشروع المؤمن إذا شي ما كان مشروع المؤمن ما يتأثر إليه يعني شنو يعني ما أعلم أنتو اللي كنتو في الكويت شايفين الانتخابات في الكويت فد معمعة انتخابية عظيمة بين المرشحين بعض المرشحين من أربعة أعوام قبل الانتخابات يشتغلون ويعملون وينشرون المناشير ويرحون للدواوين ويتعبون ويبذلون الأموال إذا فد واحد مو مربوط بالانتخابات لا هو منتخاب ولا هو منتخاب ولا قريب لمنتخاب رباء لربط شلون ينظر الانتخابات انتو اللي فيقوم شلون تنظرون الى انتخابات الكويت في منطقة الرقة مثلا قيمة ما ألهعتكم أنه هذا المرشح طلع لو ذاك المرشح طلع إذا ما كفارق بينهما من الناحية الدينية يعني شلون تنظرون ما إلى قيمة أنه في امريكا هذا المرشح يجل وذاك المرشح يجل ما إلى قيمة عدكم مو مهم عدكم الذهب في الأسواق العالمية صعد أو هبط صفحة الاقتصاد كثير من الناس عندما يطالعون الجرائي يعبروها ما يشوفوها لأن الاقتصاد مو مشروع هم أما إذا واحد يبيع الذهب لو يتعامل بالدولار كل ضغط يرتفع وينخفض على مود شنو على مود أن الدولار أو الذهب ارتفع وانخفض ليش لأن ذاك الذهب مشروع وهذا الذهب مو مشروع المؤمن بالنسبة إلى الدنيا هكذا الدنيا مو مشروعة فكرة في الآخرة ولذلك إذا يوم من الأيام قرأ مثلا جزء من القرآن يفرح بذلك لأن يرتبط بمشروع أما إذا حصل مثلا مليون تومان ما يفرح بذلك يعني ما لقيمة هذه الحالح الموجودة عند الزاهدين ما هي آثار الزهد في الحياة الأثر الأول الراحة في الحديث الشريف الزهد في الدنيا الراحة العظمى واحد يرتاح مية أذ هذه الفائدة الأولى الفائدة الثانية أن الله سبحانه وتعالى يفتح أبواب الملكوت للإنسان كان أكو هناك عالم توفي جديدا هذا العالم يقال له الكوهستاني معروف هذا العالم رجل يقول أنه أنا كنت في الحاج فنقل لي أنه يوجد هكذا عالم يقال له الكوهستاني وأنه عندك هرامات وأنه يعرف البواطن يعرف الباطن فاشتقت إلى أن أرى هذا العالم يقول قال له لكنك لن تدرك لأن هذا مريض وقريب يموت بعد ما تشوف يقول أنا هو اتأثرت يقول رحت ما أعلم في عرفات قال وين كان كأنه في عرفات ودعوت الله تعالى أن أرى هذا العالم قبل موته يقول رجعت من الحج ذهبت إلى مشهد كنت في الحضرة أو في الحرام وإذا شفت فالشيخ يجي والناس يقبلون إيده يسلمون علي فقلت هذا منه قاله هذا هو الكوهستاني يقول أنا مهوايف فرحت رحت عنده سلمت علي فقال لي بدون معرفة متقدمة الدعاء الذي دعوته في عرفات الله استجابه أو في منا مثلا يقول رجع العالم من مشهد ومات هذا العالم موجود في إيران ذاك موجود في عرفات مثلا ويدعو ويعرف باطنه هذه من فوائد الزهد في الدنيا إحدى الفوائد الأخرى اللي حقيقة إحنا لازم نهتم لها أنه في الواقع الأفراد الذين يكونون قاد للمجتمع يجب أن يكونوا غير المجتمع ولا يقارن أنفسهم بالمجتمع الله تعالى يقول لنساء النبي يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إذا زوجة النبي أتت بذنب يضاعف لها العذاب ضعفين وإذا زوجة النبي أتت بطاعة تؤتى أجرها مرتين يعني زوجة العالم هذه قدوة في المجتمع إذا أتت بطاعتين الناس يتعلمون منها فبعملها تكون مشوقة للآخرين وإذا والعياذ بالله أتت بذنب يعني مثلا زوجة العالم إذا طلعت وشعرها طال شنو يصير الآخرين يتعلمون منها إذا شعرها لهنا طال فتشعر طال الناس يطلعون شعرهم لهنا هذا الشي طبيعي الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه يقول لألا يتبيغ بالفقير فاقروح إذا بيوت العلماء دخلوا في الدنيا قليلا الناس فقراء يخف ذلك عليهم يقولون خب ذولا مثلنا هذه قضية مهمة الوالد رحمه الله كان يعاني من آلام في الرجل كثير كثير الإخوة في الكويت اقترحوا وقالوا احنا نخلي كراسي في غرفة الوالد على نفقتنا هذه القعدة جدا مؤذية وجدا مضرة القعدة على الآرث فأنا مرة قلت للوالد هم قالوا للوالد أنا قلت للوالد غيري قال للوالد نخلي كرسي إلك وحدك أو قنفات نخلي في هذه الغرفة الوالد ما كان يقبل فدمرة عندما قلت للوالد الوالد قال أتعلم كم حولنا من الفقراء إيش قد فقراء أكو حولنا اللي اللحم ما عدهم ياكلون خبز ما عدهم ياكلون مدفئ في الشتاء ما عدهم فانك في الصيف ما عدهم فإذا شوفوا أن بيت العالم مثله أو مقارب له هذا الشيء يخف عنه أما إذا شوفوا لا بيت العالم دخلوا في الدنيا الآخرون الآخرون يدخلون في الدنيا أكثر يعني إذا بيت العالم دخلوا في الدنيا المحللة الناس يدخلون في الدنيا المحرمة يدخلون أن الناس لا يتحملون يمكن الأشياء يرونها لهم محللة ولكن لبيوت العلماء لا يتحملونها عندنا واحد من علماء الكويت هذا النقل أنه في عقد ابنه عقد ابنه بنته كانت مشترية ثوب بمئة دينار يعني ربع مليون تومة في تلك الحفلة جاءت بهذا الشكل بالثوب بمئة دينار حتى في الكويت يوجد فقراء أيضا الفقراء لا يتحملون في كل بيت هناك خادم الخادم لا يتحمل يرى أنه بنته أو زوجته في مثلا لا هور وضعه هكذا ولا وضعهم هكذا لا يتحملون هي هذه الخادمة التي تأتي تغسل الملابس أو الصحون تشوف هذا الوضع وتشوف وضعها في البيت في الحديث وإن العينات تدخل الرجل القبر والبعير القدر بعير إذا ضربوا عين يذبحوا ويطبحوا البعير يدخل في القدر فالبعير هو إلى هيكل ومنظر ومهابة واحد يشوفه يضرب عين نفس اليوم يمكن يأخذوه ويذبحوه وينتهي فادمر واحد يتمرض بمرض والعياذ بالله لا علاج له عين هذه بعد أيام معدودة زوجه هذه المرأة تمرض بمرض طفيف هاي المرأة اللي إجت بثوب ميد دينار مرض طفيف ما أدري التهاب في المعدة في كذا والدول المستشفى سووا عملية ضربوا بانج بعد ما أفاق من البانج وانتقل إلى رحمة الله تعالى يعني في الواقع هذه الأشياء مؤثرة الناس يتعلمون منها الناس يرونها لذلك ينبغي بقدر الإمكان هذا الشيء هم مفيد إلهيا هم مفيد اجتماعيا هم مفيد للدنيا هم مفيد للآخرة أنه بقدر الإمكان أن الإنسان يحاول أن يكون زاهدا في هذه الدنيا نحن نكمل هذا الحديث عن أمير المؤمنين فأما الزاهد فلا يفرح بشيء من الدنيا ولا يحزن عن شيء منها فاتا الدنيا ما إلى أهمية عنده وأما الصابر فيتمناها بقلبه فإن أدرك منها شيئا صرف عنها نفسه لما يعلم من سوء عاقبتها الصابر يحب الدنيا ولكن إذا الدنيا المحرمة إجت يمتنع عنها الرغبة عنده الزاهد رغبة ما عنده في الدنيا ولكن الصابر عنده رغبة ولكن يمتنع وأما الراغب فلا يبالي من حل أصابها أم من حرام ما يهم وإنما يخوضه في الدنيا ننقل هذه القضية الأخرى ونختم بها الحديث عن الكوهستاني أيضا كان أكو دكتور من الدكاتر طبيب عيون في منطقة سا بساري منطقة في إيران يقول إجوني مجموعة من الأطباء من طهران أطباء طهراني فتغدوا عندي أو كانوا ضيوف عندي فصار الحديث عن الكوهستاني أنه هذا عالم زاهد إلى كرامات فذول تشوقوا أن يشوفون هذا العالم يقول رحنا إلى ذاك العالم في منطقته بعد ما رجعنا شفت واحد من الدكاترة اللي جايين من طهران جدا متأثر يقول أنا قلتلي ليش أنت متأثر قال في الواقع اتفقت لي قضية مع هذا العالم وأنا متأثر لهذه القضية قلتلي شنو قال أنه عندما رحت إلى بيته وشفت وضع بيته كلش محقر كلش متواضع كلش عادي يقول إجه هذا الفكر في ذهني أنه في هذه الدنيا اللي الجميع يفكرون في الدنيا ويركضون وراء الدنيا يمكن أن يكون هذا العالم حقيقة زاهد في الدنيا لهذا النوع من الدكات يعني هذا الوضع اللي عنده لجذب الناس لخداع الناس هذا فكرت في قلبي يقول بمجرد ما فكرت نظر إليه كأنه قرأ ما في قلبي ثم رفع عينه أو يده إلى السماء وقال اللهم إنك تعلم أني لم أفعل هذه الأشياء لأجل الدنيا هو لخداع الناس يقول أنا جدا خجلت على هذا الخاطر الذي مر في قلبي عرفت أنه قرأ ما في قلبي وأنا متأثر لسوء الظن الذي ظننته بهذا العالم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الزاهدين إن شاء الله بقية البحث لما بعد وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهات فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقات بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر